عايزة أبدأ معاك بالكلام اللي قاله مارس الكلر في المؤتمر الصحفي كان غاضب جدا على غير العادة على غير العادة بشوف مارس الكلر غاضب في المؤتمرات الصحفية كان غاضب جدا من التحكيم النهاردة لما تحدث كثيرا عن أداء الفريق أو أداء الودات أو ألمح قال إنه الأهل كسب في كل الأحوال وإحنا سعداء بهذا الفوز بس معظم حديثه كان عن التحكيم هل في رأيك الأهل النهاردة تأثر بالتحكيم؟ خليني أبتلي من تصريح مارس الكلر إنه تصريح بيكشف كافية التعامل مارسي الكولر مع الأحداث اللي بتحصل بشكل دقيق رقم واحد هو بيضع الجميع أمام مسئولياته خاصة في الكاف بيضع بمالكة سيميا حكم مباراة العودة أمام مسئوليته خاصة إنه حكم أعلن اعتزاله مباشرة بعد المباراة ولذلك ذكره سيئة جدا مع النادي الأهلي في مباراة النجم الساحدي في نهاية بطولة 2007 نفس الموقف مع الحكم عبد الرحيم العرجون أعلن اعتزاله لعب المباراة والمباراة طبعا الكل يتذكر ماذا حدث في إستاذ القائرة فتعامل مارسي الكولر مع المباراة لإنه قال تصريح بسيط جدا قال لك أتمنى أن يفاجئني بمالكة سيميا بتحكيم مباراة عادلة كلمة يفاجئني بتقولك أنا متوقع إلا يحصل لكن أتمنى إن إحنا عايزين تحكيم عادلة مش عايزين أكتر من كده يعني رغم إنه من ظلم في مباراة اليوم طبعا هو النادي الأهلي من أدير في مباراة اليوم طبعا هو النادي الأهلي لكن أنا أثق تماما إن تصريحات مارسي الكولر ملعاش علاقة بتعامله مع اللعبي فهو هيتعامل مع اللعبي بشكل تاني خالص هيقوله ما إن إحنا كنا ممكن نخلص المباراة النهاردة كان عندنا بعض الأخطاء فيما يتعلق بالعودة لأماكن التمركز خاصة في كورة الجول أنا شرحة تفصليا بعد شوية أنا شرحة تفصليا بعد شوية